فإذا إعلانات الله في العهد القديم هي كانت بالتدرج إلى الإعلان الكامل الله ابتدأ من خلال إعلاناته بيتكلم عن آدم وحواء بيتكلم عن قائن وهابيل وبعدين بيتكلم عن نوح بيتكلم عن إبراهيم ونسل إبراهيم أولاد إبراهيم الأصباط ثم بيتكلم عن موسى ومجيء الشريعة وهكذا لما بتدرس الظروف الزمانية والتدرج بهذا الإعلان اللهم كان يعلن شيء اللي ما بيتناسب مع الظرف والمكان والزمان فمثلا الرب أو الله لم يدخل شعب إسرائيل المسافة من مصر لأرض فلسطين تاخد أسبوعين بحسب المخطوطات تل العمارن اللي بيتكلم فيها تحتمس الثالث فرعون مصر اللي بيتكلم بكل افتخار إنه لما دخل ووصل مجده أو مجده في أواسط البلاد إنه استطاع إنه بهذا الجيش يأتي من مصر إلى فلسطين خلال أسبوعين فالرب يقول للشعب إنه ما دخلن لأنه عن بيتعامل مع الشعوب الكنعانية القديمة بالتدريج حتى يهيئ مجيء شعب الله إلى أرض كنعان لأنه لو راحوا مباشرة خلال أسبوعين فالشعب قوي جدا الشعب معتز الكتاب يتكلم عنهم كانوا طوال القامة بني عناق من العمالقة من الجبابرة يعني محاربين جبابرة بأس أقوياء فمش ممكن بالقوة الجسدية طبعينك تتغلب على شعوب هذه الأرض إلا بقوة الله أن يسير أمامه فكان في مرحلة إعداد كان في مرحلة تجهيز لشعب الله قبل ما يدخلوا أرض كنعان ترجمة نانسي قنقر